مهم جدا مثل ما احنا منعلم انه انك تطلع على سياق الحديث في الكتاب لما بتقرأ اي مثلا ان جنحوا للسلم عوزين نعرف شو سياق الحديث لهذا القول فضل جسيس نزار يمكن قبل البرنامج كان فيه حوار وحديث عن نفس الكلام ده لكن انا خليني اقول حاجة في فكرة ان جنحوا للسلم وايات السلم في القرآن سريع سريع ايه هو السلم بالنسبة للمسلم ان جنح للسلم ان يسلم والرسول بعت في ايام حكمه بعت لكل الولاد حواليه جواب مزيل بعبارة اسلم تسلم يعني اذا اسلمت نكون في سلام معك فالحاجة الوحيدة اللي هيخلي المسلم يكون في سلام معك حسب الفكر الاسلامي ان تكون مسلم ولو جريت التوبة خمسة تبدأ من اربعة وخمسة لغاية تسعة وغاية تسعة وعشرين انا بتكلم على التفسير ما هو ده تفسير انه انه سياق الحديث بالضبط ايه اخذت شو السياق معشان كده معشان كده ان جنحوا للسلم يعني تجنح للسلم يعني تبقى مسلم وده اللي لا يتعرض مع التوبة تسعة وعشرين اللي هو بيتكلم عن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر فنفس القصة فهنا جنح للسلم معناها انك تيجي للإسلام ترجع للإسلام تخضع تحت الحكم الإسلامي ده الفكر بتاع ان جنحوا للسلم وهنلاقي كمان انا مش هتكلم عن فكرة المنسوخات وانا آية السيف بنسخة آيات السلم لكن كمان حاجة تانية ممكن انا كنت بشارك حضرتك بيها فكرة حتى فكرة من قتل نفسا بغير نفسك انه قتل الناس جميعا الآية دي مش موجهة للمسلمين لانه بيقول وكتبنا على بني إسرائيل فالآية موجهة لبني إسرائيل الآية اللي بعدها بتقول انا مش نيك دائما يعني اذا لحظت ركز على سياق الحديث بالزبط شو النص بيتكلم بالزبط عشان كده انا باخد من كلام حضرتك انك ركز على سياق الحديث الآية اللي بعدها بتقول جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يقطعون ويصلبون وتقطع ايديهم وارجلهم من الخلاف فهنا الفكر نفسه السلم في الإسلام معناها انك انت تكون مسلم وعشان كده فكرة إسلام تسلم لكن ممكن يكون لنا حلقات جسيس نظار لان فيه مثلا انه هتفاجأ بتفسير آية لكم دينكم ولي دين فهتلاقي انها أساءة أصلا للديانات الأخرى مش فكرة انه هو كل واحد لدينه موسيقى